السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شاف امير اليوم ان شاء الله سنحضر مع بعض بقلوات تركية على اصولها هذه البقلوات تأتي بنام مع سلح حتى القلب سنحضرها بعاجينة الفيلو كما تعرفون عاجينة الفيلو فيها بثاف مشاكل ففي هذا الفيديو سنشارك معكم جميع المشاكل يعني لتقدروا انكم توقعوا فيها ايضا الحلول تحتها فنسحكم تشاهدوا هذا الفيديو حتى الاخير وتجربوا هذه الوصفة لما لا يعني اذا جربتها اكيد ستكونوا مدمنين عليها اذا بدون اطالة رح نخليكم على الوصفات عنها اليوم اذا عجبتكم لا تنسوا الضغط على زر لايك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس هكذا باش دائما تتوصلوا بجديد الوصفات نخليكم معها الوصفة الرائعة ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة اذا اول حاجة رح نحضروا مع بعض الحش وعندي هنا هي كيلة ناقص اصبوع تع سكر تقدروا انكم تستعملوا كيلة كاملة تع سكر وبعض ندير ايضا تلت كيلة مكسرات بالنسبة للمكسرات تستعملوا اي نوعية كوكو لوز جوز جوز كما تحبوا نعرفوا البقلة التركية تجيب البيستاش فانا واش رح ندير بما ان البيستاش واللوز والجوز وايضا الكوكورة هم غالين بزاف فنستعمل خالط من المكسرات رح ندير كاس ونصفة مرحي كما رحكم تشاهدوا بهذه الطريقة ورح نضيف كاس ونصفة خالط من المكسرات اللي فيهم شوية للوز شوية كوكو وشوية عجوز اذا بالنسبة للمكسرات كما شفتو استعملت البيستاش كنت شريت ميتين وخمسين جرام فقط يعني مشي كلمية بزاف كبيرة لكن كما نعرفوا البيستاش تمنتع غالي فاستعملوا ميتين وخمسين جرام فقط اذا كنتوا حابين نديرها بالبيستاش رح نديروا كيلة ونصف فقط والبقية رح نحتفظوا بها للتزيين وكما شفتو ايضا كيلة ونصف من المكسرات اللي فيهم الكوكو والجوز واللوز اذا بعد ما اكملت رح نخلط هذه المكسرات مع السكر جيدا وبعد رح نضيف عليهم 3 ملاعق او 4 ملاعق كبيرة تعماء الزهر ونكملوا ونخلطوا هذه المكسرات جيدا حتى نتحصلوا على هذا القوام يعني مشي لازم انكم تتحصلوا على عجينة فقط تدخلوا هذه المكسرات وتتحصلوا على هذا القوام كما راكم تشاهدوا اذا الحشو تناراه واجد رح نخلوها على جهة ونمروا مع بعض نحضروا البقلوة اذا كما تعرفوا البقلوة التركية تنضرب عجينة الفيلو فنستعمل عجينة الفيلو الجهيزة تقدروا انكم مما تلقاها في السيبارات تم انتحة غالية نستعمل ايضا الزبدة الحرة ونستعمل زبدة او سمن اعطيكم هذه القرماشة في البقلوة وتبقى لوقت اطول اذا سنضب حوالي 200 جرام الزبدة حرة على نار متوسطة وفي هذا الوقت سنضب ونغلف سطح العمل ونستعمل 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 البقلوة التركية ونستعمل هذا العصى الحلال ونستعمل 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 هذه العجينة الفيلو ونستعمل ونستعمل لم يساعد وهذا الماركة بهذا الماركة ونستعمل ونستعمل خطاق واحدة عجينة الفيلو كما ترى ثم نضي الورقة سوف نضع هذا العصاء والحلال ونضعها في البداية و كما ترى لا تقصيحها و سوف نرى كيف سوف نتعالج هذا المشكل فأنا سوف نضع كمية الحشواء على حول ان تكترون ثم نلفي العصى على عجينة الفيلو ستتلف معكم بكل سهولة صحيح ان الورقة مقطعة لكن لا تخافوا هذه التمزقات ستغلفوا بالعجينة الفيلو ثم نضغطوا على البداية والنهاية حاولوا انكم تعصروا هذه العجينة لكي تتكمش معكم ثم نضعها في الصينية لتكون مدهونة بالزبدة كما ترى طريقة سهلة جدا في متناول الجامع المهم انكم تستعملوا عجينة الفيلو لتكون نوعية جيدة كما نرى هنا عجينة الفيلو لورقة الفيلو الثانية مقطعة معنا سنطبق نفس العملية بالزبدة وفي البلاسة التي تكون فيها مقطعة سنضع عجينة الفيلو أخرى ثم سنكرر نفس العملية ندل الحشوة واللف الورقة الفيلو حتى نتحصل على نفس النتيجة في الأخير إذا كما شاهدتم بعد أن نضع عجينة الفيلو أو الورقة الفيلو في المكان اللي كانت فيه الورقة الثانية يعني مقطعة ستتعلج معنا هذا المشكل بكل سهولة سننلف العجينة الفيلو على نفسها بنفس الطريقة ونكرر نفس العملية يعني نضغط على الأطراف حاول أن نضغط عليهم جيدا ومن بعد نضع الصينية الصينية دائما كما قلت لكم تكون مدهونة بالزبدة نضع فيها هذا الحربوش وعجينة الفيلو ونكملوا العملية بنفس الطريقة وكما رأيكم تشاهدوا هنا العجينة الفيلو تعناراهم مسقة كامل فنقدروا أيضا أننا نعالجوا هذا المشكل يعني خاصة للناس اللي مشمونا في خدموا بلابات فيلو فكما رأيكم تشوفوا رح نحط فقط الجزء الأول فوق الجزء الثاني بعدما كنا دعناها بالزبدة هكذا بسلسق النمليح ونحط الجزء الثالث فوق الجزء الثاني أيضا وإذا شفتوا أن العجينة تاكم مازل فيها هذا التمزق نحط قطع أخرى على بات فيلو ونكرروا نفس العملية بنفس الطريقة بكل سهولة جدا يعني كما شفتوا هذا الفيديو رح نستعلم فيه جميع الطرق وجميع النصائح أيضا رح نتخذوهم إذا كانت مثلا العجينة التي تشاهدوا بتاكم كما لأنا استعملتها اليوم سوف نقوم بالنوعية التحاماشية مليحة سوف نقوم بالنوعية الترك لكن لا أردتها في السيبر لقد أردت فقط هذه المركات على الجزائر وكما شفتوا بأعينكم يعني الكاليتي التحاماشية كامل مليحة تتقطع معنا بالخوف وأيضا من حال لقد أردت فقط هذه العجينة لقد أردتها مقطعة لقد أردت كل حربوش سوف نقطعه إلى 3 قطع هذه الصينة التي استعملتها فيها 25 على 35 سنتيمتر لقد استعملوا الصينية كبيرة وتحضروا كمية أكبر وضعفوا المقاتل كما تشاهدون بعد أن أكملنا وحضرنا كامل البقلوات التركية سوف نقوم بكمية زبدة ماشي مارغاري لأن الزبدة سوف تحفظ لكم على القرماشة بعد أن نكمل سوف نقوم بسكين بعد أن نقوم بسكين ونقطع كل حربوش أو كل حربوش إلى 3 قطع كما تشاهدون وبهذه الطريقة بعد أن نكمل سوف ندخلها مباشرة للفرن التي يكون مستخنة على 190 دراجة نضعها في الأسفل يعني نفرر نضعها ثم نضعها من فوق نضعها وكما تشاهدون هذه النتيجة أمامكم بعد أن نقوم بسكين سوف نقوم بسكين سوف نقوم بسكين فوق العسل في كل حبة سوف نقوم بسكين ملعقة ونصف كبيرة أو ملعقتين هنا صراحة المقطعة على الفيديو كنتم حالي كما قلت لكم في كل حبة سوف نقوم بسكين أو ملعقتين تعسل ليكون عادي ولا إضافة لما أظهر العسل يكون عادي والبقلوات تكون ساخنة سوف نقوم بسكين 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 وهذه البقلوات كما رأيكم تأتي بسكين وقرمشة وصراحة من يبيعها أو أحسن من يبيعها في المحلات كما رأيت كما رأيت كما رأيت نقوم بسكين بقلوات تركيا طريقة سهلة جدا كنت شاركت معكم جميع التفاصيل يعني شاركت معكم عجينة الفيلو أيضا طريقة كيف اشتعل هذه المشكلة إذا وقعتوا في نفس المشكلة وهذه البقلوات تركيا وصفة ناجي نصحكم تجربوها إذا كان بالكوكاو بالجوز باللوز بالبيستاش يعني كل واحد كل واحد كيف يجربوها كما رأيكم تجربوها تجربوها وإذا جربتوها لا تنسوا أن تشاركوا معي تطبيقاتكم في جروبنا وفي صفحتي على الانستغرام اللي سوف نجعلكم الراوة بالتحون في صندوق الوصف مع الوصفة إلى هنا وصلنا نهاية وصفة عنها اليوم إن شاء الله تكون نالت أعجبكم إذا عجبتكم لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس يعني هكذا وصلوا بجديد الوصفات ما بقى عليها سأقول لكم تهلا الله في رحكم وصحة أفضلكم مع السلامة تهلاً 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 تهلاً